يستعد الوداد الرياضي لكرة القدم لمواجهة نظيرها المغرب التطواني يوم الاثنين على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدور الاحترافي وفي خضم الترقب الذي تشهدها المباراة تخشى جماهير الوداد الرياضي من إشكال يتمثل في المواجهات التي دائما ما تسبق اللقاءات الهامة في ظل اقتراب موعد مباراة الوداد مع الأهل المصري بدهاب نهائي دور أبطال إفريقيا وتخشى الجماهير الودادية إمكانية وقوع الفريق في فخ استسهال المباراة وعدم التركيز على المواجهة من قبل اللاعبين بقدر ما هم يفكرون في مواجهة الأهل بنهاء دور الأبطال وأشارت الجماهير الودادية إلى أن الإشكال سبق وأنعان منه الفريق الأحمر ممنية النفس في تمكن اللاعبين من التركيز وضبط النفس بغية تحقيق نتيجة إيجابية على حساب الماط والاستمرار في الضغط على المتصدر الجيش الملكي لحسم البطولة للمرة الثالثة على التوالي اشتركوا في القناة